أنا عايز أقول لك على حاجة بقالنا 8 سنين أو 9 سنين من أنا وزير للدفاع كان موضوع الغريمات ده قضية بتجغيرني على أنها سيدة وسايبة بيتها يعني فكان كنا نشوف كل شوية نشوف كام عدد الموجودين ويحصل تدخل ويتم الإفراج عنهم يعني عشان يرجعوا بيتهم طيب هو ده هو عبارة عن إيه عبارة عن أم راحت تجيب فلوس يعني عشان تشتغل أو عشان تعمل وبعدين ما نكحتش أو تجيب تجاهز بنتها وما قدرتش تدفع تسدد يعني وطبعا اتعاملت منظومة في الموضوع ده يعني كانت مؤزية يعني فكان اللي أنا بقوله ده عشان عبارة عن إيه أنا بقول لكم إن الدولة الحديثة هي دولة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها قليات حل تبقى منظومة عمل مش وجهات نظر تبقى منظومة عمل مش وجهات نظر مش جمعية اللي بتعمله مش حد يقوم بدور خير فقط لا الدولة تعمل فكرة تحل بيها المسألة الدولة تعمل فكرة تحل بيها المسألة أرجو أن أنت متاخدوش كلامي في الموضوع داية على أنها نوع من يعني 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 حاجة زيادة عن اللزوم والله لا أنا مش بكلمة عن الصندوق بس حتى على القانون وحتى لما احنا نقشنا في موضوع نسبة الطلاق أنا أتمنى ما فيش أي بيت يتهدى أبدا أو تنفص الأسرة يعني لكن دوارد يعني دوارد وأنا بس كنت يمكن عايز من يا سيد الوزير العدل يطمنكم أن الانطباع على حجم الطلاق في مصر مزاي الحقيقة خلي بالكم من كلامي الانطباع عن حجم الطلاق في مصر مزاي الحقيقة من فضلك تمام يا فن الكلام أنا بقوله دا كلام يا جماعة مش كلام يعني دا كلام علمي إحنا جبنا إحصائيات كاملة ودقيقة على مدار عشرات السنين صحيح كامسة وستين يا فن فضل هو كان فيه رقم سلبي شاع في المجتمع وبين الرأي العام أن نسب الطلاق السنوية متوسطها 34% طبعا النسبة كبيرة جدا فخامت وجه قال لي ابحث شوف إيه الموضوع دا طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية هيئة الرقابة الإدارية النيابة العامة جبنا كل والجهاز المركز والجهاز المركز التعبئة العامة والإحصائيات جبنا كل البيانات الموجودة عندهم بخصوص الزواج والطلاق اكتشفنا الآن أن النسب السنوية للطلاق السنوية 3% في المتوسط أما الجهاز المركز من 34% لـ 3% كان فيه خطأ في التنسيب خطأ في التنسيب كيف الذي اطلقوا مثلا سنة 2020 هل كلهم متجوزين سنة 2020 ولا فيه اللي متجوز 19 و18 و17 و15 و2010 وقبل كده فالي اطلقوا في سنة 2020 دول عنزيجات من سنوات سابقة واللي اتجوزوا سنة 2020 هم اللي اتجوزوا سنة 2020 فكان الخطأ في التنسيب أن ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة فهنا جاء الخطأ نسبة الثلاثة في المية مع أنها موجودة وأول يعني سنتين في الزواج هم اللي فيهم النسبة الكبيرة في الطلاق وخصوصا السنة التانية مش السنة الأولى ومع هذا في القانون الجديد إن شاء الله عملنا يعني يعني أحكام تحد أيضا من حالات الطلاق اللي ممكن تقع في نسبة الثلاثة في المية اللي موجودة دي وكل الأمور مبنية على أسس علمية إحصائيات أراء علمية مفيش حاجة مبنية على هوة على الإطلاق يعني إيه لما أقول ثلاثة في المية نسبة الطلاق السنوية بين الزجاجات السنوية يعني المجتمع بالخير مجتمع قوي الأسرة المصرية متمسكة نسب الطلاق أو النسبة الزيادة اللي شاعد دي لا شك كانت عملت حالة سلبية عند الكل ده اللي بيتجوزوا يدو بيتطلقهم الكلام ده مش واقعي الحقيقة اللي أنا بقولها لحضراتكم نسب الطلاق السنوية ثلاثة في المية لكن لو هنيجي نسب عايزين ننسب عشر سنين طلاق يبقى نحط عشر سنين زواج عايزين ننسب عشر سنة طلاق نقوم ننسب قدام عشر سنة زواج لكن ما ينفعش أبدا إن نحنا ننسب سنة أقود من حالات الطلاق نيجي ننسب ها على سنة زواج واحدة لشك هتطلع النسبة كبيرة وده كان الخلل والحمد الله صححنا وبنكرر تاني قدام سيادتك وقدام السيد مفضول طب اتفضل مستجعي شكرا